من جانبهم قرر نواب تحالف الكردستاني مقاطعة جلسات البرلمان بسبب قراره القاضي بإنزال علم كردستان من بنايات محافظة كاركوك من جانبه عد النائب العربي عن كاركوك محمد تميم قرار البرلمان بالصائب لعدم قانونية قرار رفع العلم مؤكدا في بيان له موقف العرب والتركمان الرافض لقرار مجلس المحافظة ومضيفا أن البرلمان أنصف حقوق مكونات كاركوك يأتي ذلك في وقت طالب فيه مجلس عشاء كاركوك الحكومة بتطبيق قرار إنزال العلم بأسرع وقت ترجمة نانسي قنقر